السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد على قناة محترف النت. آآ طبعا يا جماعة بعتذر جدا عن الغاب الطويل اللي انا غيبت عليكم وده طبعا بسبب ان طبعا اتفاجئتي زي ما انتم شايفين برسالة من جوجل ان حسابي على جوجل اتسنس اتقفل وطبعا المدونة بتاعتي طبعا اتقفل راحت يعني ما عادش عليها اعلانات وكزلك برضو القناة بتاعتنا برضو ما عادش بيظهر عليها اعلانات وطبعا دايما يا جماعة الحسابات بتتقفل بسبب زيارات غير صالحة والكلام ده بس طبعا انا ما عملتش اي حاجة اطلاقا وطبعا زي ما انتم عارفين انا اساسا بنصحكم دايما محدش يشتري زيارات محدش يجيب اي حاجة مخالفة للسياسات وطبعا حصل معايا زي ما انتم شايفين حساب يتقفل بدون سابق انظار ومعرفش حتى ايه السبب وجالي طبعا مخالفة انتهاك سياسة وطبعا يعني بعد ما القناة بتاعتنا خلاص وصلت تسعين الف مشترك المشكلة دي حصلت طبعا احنا النهاردة هنوريكم ازاي تبعتوا طلب التماس او نموذج اعادة النظر عشان تقدر ان انت ترجع حسابك تاني زي ما انتم شايفين ده نموذج طلب اعادة النظر هسيب لكم هسيب لكم الرابط اسفل سيب لكم الرابط بتاع الصفحة دي اسفل الفيديو. اه زي ما انتم شايفين طبعا يا جماعة اول حاجة انا هسيب لكم رابط القناة بتاعتنا الجديدة اسفل الفيديو عشان لو طبعا لو الحساب بتاعنا ما راجعش تاني طبعا هنشتغل على القناة بتاعتنا الجديدة. وطبعا بكم ان شاء الله هتقدروا توصلونا للرقم ده اللي احنا وصلنا له. اه زي ما انتم شايفين طبعا طلب اعادة النظر. اول حاجة هنا الاسم. يفضل انك تكتب الاسم اللي انت كنت كتبه في حسابك في تمام? بس انت ممكن تكتبه بالعربي وبالانجليزي عادي وفيش مشكلة بس يفضل انك تكتبه زي ما انت كتبه في حسابك. نيجي بعد كده عنوان البريد الالكتروني لجهة الاتصال. اه في المكان ده تحط البريد الالكتروني اللي اللي يتواصله او يبعتوه لك عليه الرسالة. بعد ما يشوفه ويراجعوا الحساب بتاعك. ممكن يكون الحساب بتاعك زي ما هو اي حساب تاني مفيش مشكلة. عنوان البريد الالكتروني لتسجيل الدخول الى ادموب او ادسنس. هنا بقى لازم تحط البريد الالكتروني بتاع الحساب بتاعك. الرقم التعريفي. الرقم التعريفي اللي نشر ده الرقم هتلاقيه موجود في الرسالة اللي وصلت لك وهو بيكون الرقم ده بتاخده كده زي ما هو. تمام? والرقم ده عادي يا جماعة انا بظهره ما فيش حد هيعرف يعمل لي حاجة بالرقم ده عادي جدا. الرقم ده هتاخده زي ما هو كده. تمام? وحتحطه هنا. هتلاقيه طبعا موجود معك في الرسالة. بعد كده العنوان ليور ارقل تعريف تطبيقات اللي اتوضعت عليها الاعلانات. يعني يا جماعة اه تبدأ هنا هتخطوا الروابط او الرابط الحاجة اللي ايه انت جالك على المخالفة. يعني حط مسلا انت جالك مخالفة على القناة يعني رابطه بالقناة حط رابط القناة الموقع حط رابط الموقع كده. يقول لك هل استلمت اشعار بشأن ايقاف حسابك? يعني لو انت وصلتك رسالة هتعمل نعم. ما وصلت لكش رسالة هتعمل لا. هنا بقى بيقول لك يرجى تزويدنا بالاسباب التي تدعونا لاعادة النظر. طبعا يا جماعة مفيش رسالة معينة اقدرة دها لكم. يعني ما تسمعش الكلام اي حد يديك رسالة تاخدها تحطها عندك. ما ينفعش. مشكلتك غير مشكلتي غير مشكلة التاني. كل واحد ليه مشكلة مختلفة. وكل واحد ليه طريقة للتعبير عن رأي. يعني مسلا انت ممكن تكتب ايه? اه مسلا طبعا لو انت فعلا انتهكت السياسة او مسلا بيكتب مسلا ايه اه اول حاجة تكتب مرحبا دعم اه فريق دعم جوجل بعد كده بتنزل تحت. بتكتب مسلا اه انا دائما احافظ على امان حسابي وامان المعلنين. وصوف اكون ببعض الاصلاحات في موقع الالكتروني مسلا او القناة. وصوف اكون بزيادة النشاط. وزيادة الامان على الحساب. اه عشان مسلا مشكلة انت تقررش تاني. يعني انت ليك طبعا طريقة تقدر ان انت اه تكتب بيها ازاي ان هما يعني طبعا يعني عشان اكتب بطريقة ان اه بيحس ان الدعم بتاع جوجل يستلطف معاك ويرجعلك الحساب تاني. بعد كده بنتبع بعد ارسال. طبعا يا جماعة مفروض الرد بيجي بعد اربعة وعشرين ساعة. ولكن عشان آآ فيروس كورونا فطبعا الساعات بيقعد مسلا اسبوع ممكن يقعد حتى شهر ممكن يقعد شهرين وتلاتة بسبب آآ ان مفيش ناس موجودين كتير انهم يراجعوا او بسبب يعني فيروس كورونا ففي مشكلة شوية في المراجعة ولكن هيجي لك الرد ان شاء الله ما تقلقش وما ينفعش تبعد تاني هو طلب واحد بس اللي بتبعده. آآ طبعا يا جماعة اتمنى جدا طبعا اتمنى لكم التوفيق. وطبعا ده يعني حاجة مؤسفة جدا لما نعود نشتغل على القناة لحد ما نجيب تسعين الف مشترك والقناة توقف وزي ما تشايفين اتمنى طبعا تدعمونا على القناة بتاعتنا جديدا رابط فتحها اسفل الفيديو.